ميناء حلاف ساحة مواجهة هي الأحدث للسلطة الشرعية المحلية ضد المحاولات الإماراتية المتواصلة لفرض النفوذ المنبود لهذا البلد في أرخب لسقطرة القصة بدأت الاثنين الفائت عندما وصلت هذه السفينة واسمها آد أسترا التابعة للإمارات إلى ميناء حلاف محملة ببضاعة باشرة مسؤولو السفينة بإنزال جزء منها على رصيف الميناء دون وجود الوثائق المعروفة في لغة أدبية الملاحة الدولية بالمنافيس أثارت حمولة السفينة شكوك سلطات الميناء والقوات الأمنية التابعة للحكومة بشأن محتويتها العسكرية والأمنية المحتملة خصوصا بعد أن تجاهل مسؤولو الباخرة وعودا كانوا قطعوها للجانب اليمني بالكشف عن محتوى الشحنة واكتفوا بالحديث عن وجود مساعدات إغاثية لسقطرة علامة السفينة مسؤولو السفينة والمندوبون الإماراتيون رفضوا كذلك إجراءات مدير ميناء حلاف رياض سعيد سليمان التي قضت بإشراك لجان المراقبة السعودية لفحص البضاع التي تحملها السفينة والتي يقول مسؤولو الميناء إن عليها مديونية سابقة تقدر بـ 72 مليون ريال يمني ونتيجة لذلك أوقفت سلطات الميناء إنزال حمولة السفينة وأمرت بإخراجها من الرصيف الذي لا تزال فيه حتى اللحظة وعينت لجنة لجرد البضاعة وذلك بتوجيهات من محافظ أرخبيل سقطرة رمز محروس الذي نجح في إحكام السيطرة على الميناء عبر قوات تابعة للحكومة وأنهى بذلك سياسة الباب المفتوح أمام السفن الإماراتية والتي استمرت لفترة طويلة موقف السلطات المحلية المتوجس من الحمولة المشبوهة للسفينة الإماراتية ومن محاولة مسؤوليها للتملص من القوانين المتصلة بالملاحة الدولية والقوانين الوطنية دفع بمندوب ما تسمى مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية الإماراتية في أرخبيل سقطرة أبو مبارك المزروع يرافقه نائبه المدعو أبو يوسف لإجراء مفاوضات مع السلطات المحلية بشأن السفينة لكن محاولاتهما بأت بالفشل بعد رفض مسؤولية السلطة المحلية التفاوض معهما يأتي ذلك فيما أفادت مصادر ملاحية بأن الباخرة آد أسر الإماراتية تحمل بالإضافة إلى السيارات التي تم إنزالها لصالح الشرطة آليات ومعدات لميليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات والمعروفة بالحزام الأمني والتي تلقى رفضا كبيرا من أبناء أرخبيل سقطرة وسلطتها المحلية وحتى من القوات السعودية المرابطة في الأرخبيل التي أفادت المصادر بأنها تقف إلى جانب السلطات المحلية وتساعدها في أداء مهالها ترجمة نانسي قنقر